أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير واحة سيوة وبتحقيق مطالب أهلها خاصة فيما يتعلق بحل مشكلة مياه الصرف الزراعي مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ مشروع الصرف الزراعي وفقا للتكلفات الرئاسية وستكون هناك مراحل تالية لاستكمال هذا المشروع جاء ذلك خلال ترأس مدبولي لاجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة ووجه رئيس الوزراء وزير السياحة والأثار بأن يكون هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة وذلك بالتزامن مع ما تشهده الواحة من مشروعات تنموية على أن يتم إعداد برامج سياحية جذابة تناسب الوافدين من دول العالم للتمتع بمختلف أنواع السياحة ومراعاة لوضع محافزات لجذب الاستثمارات السياحية للواحة كما وجه رئيس الوزراء وزير الإسكان بضرورة العمل على تجديد شبكة المياه بالواحة وبحل مشكلة مياه الشرب بوجه عام كما كلف بسرعة الانتهاء من أعمال ازدواج الطريق الممتد بين سيوة ومطروح ترجمة نانسي قنقر